هذه المحاضرة الأولى في معادلة العامة للدائرة المعادلة العامة للدائرة نحصل عليها من تبسيط المعادلة القياسية للدائرة هذه المعادلة القياسية نبسطها ونحصل عليها المعادلة العامة للدائرة فمثلا نحن نعرف المعادلة القياسية هي X ناقص H تربيع زائد Y ناقص K تربيع يساوي R تربيع هذه المعادلة القياسية إذا نريد نبسطها نفتح هذا تربيع مربح حدانية X تربيع ناقص ضحف الأول في الثاني 2 H X زائد مربح حد الثاني H تربيع هذا القوس أيضا مربح حدانية Y تربيع ناقص 2 K Y زائد Y تربيع يساوي R تربيع نصفرها ناقص R تربيع يساوي 0 يعني دخلها في هذا الجهة هسا هذه المعادلة لو نفرض بها السالب 2 H يساوي A هذا نفرض A وسالب 2 K بدون Y سالب 2 K نفرض B الثوابت اللي هي H تربيع اللي هي H تربيع والY تربيع وال ناقص آه طبعا هذا مو على هذا K هذا K K تربيع اللي هو مربع الحد الثاني هذن ينفرضهن C يعني راح نفرض A يساوي سالب 2 H ونفرض B وسالب 2 K ونفرض C هو H تربيع زايدا K تربيع ناقص R تربيع ونعوضهم بالمعادلة المعادلة اللي راح يصير X تربيع هنجيب هذي Y تربيع يمه زايدا Y تربيع ناقص 2 H X راح نكتب A مو كان ناقص 2 ونصير زايد يعني حتى السالب بوياب الفرق فيصير زايد A X زايد وسالب 2 K ينكتب B يعني راح نصير زايدا B Y زايد ال H تربيع وال K تربيع وال R تربيع هذن الثلاثة ثوابت أرقام راح نكتبها C ويساوي صفر اذن هذا الشكل X تربيع زايد Y تربيع زايدا A X زايدا B Y زايدا C هي شكل المعادلة العامة للدائرة هذه هي المعادلة العامة للدائرة طبعا حصلنا عليها من تبسيط المعادلة القياسية وفرضنا سالب 2 H هو A وسالب 2 K هو B والثوابت اللي هي H تربيع وK تربيع ناقص R تربيع فرضناها C بالمعادلة العامة أكو ثلاث قيم مهمة يعني مثل ما بالمعادلة القياسية أكو ثلاث قيم اللي هي الـ H والـ K اللي هنا مركز الدائرة والـ R مهمة حتى نطلع معادلة قياسية بالمعادلة العامة أيضا أكو ثلاث قيم مهمة وهي الـ A والـ B والـ C حيث الـ A يساوي سالب 2 H هو مركز الدائرة الـ H إحداث سين المركز دائرة يعني ضربها في سالب 2 حصل على أي والـ B اللي هو سالب 2 K والـ C اللي هو H تربيع يعني من مركز الدائرة والـ K تربيع أيضا من مركز الدائرة ناقصا R تربيع اللي هو نصف قطر الدائرة يعني هالا القيم مهمة حتى نحصل على المعادلة العامة أو نكتب المعادلة العامة لأي دائرة من نريد نطلع معادلة قياسية من معادلة عامة يعني أنا عندي بالسؤال معادلة عامة وأريد أطلع منها المعادلة القياسية نقدر نحصل بالمعادلة القياسية المهم الـ H وال- K وال- A فمنها نقدر نطلع الـ H يعني دعا طلعت الـ H من المعادلة العامة راح أقول H بس قسم الطرفين على سالب 2 راح يصير A على سالب 2 السالب خلينا كتبه فوق يعني H هو سالب A على 2 الـ A اللي هو هذا الإحداثي أو المعامل الـ X وال- K سالب B على 2 يعني نقسم الطرفين على سالب 2 نحصل على وال- R طبعا هو R تربيع راح يصير H تربيع زائد K تربيع ناقص C نجذر الطرفين هذا طبعا التربيع بالجذر بس يروح التربيع راح يصير هنا جذر يعني راح نحصل نصف القطر من جذر H تربيع زائد K تربيع ناقص C هذه القيم التلاثة هي المهمة بالمعادلة القياسية ونقدر نحصلها من معادلة عامة H وال- K وال- R فنحولها إلى معادلة قياسية هس هنا عندي شكل المعادلة العامة هو هذا X تربيع زائد Y تربيع زائد A X زائد B Y زائد C يساوي 0 وفي المعادلة العامة ثلاث قيم مهمة هي قيمة A وال- B وال- C حيث A هو سالب 2 في H وال- B سالب 2 في K وقلنا H وال- K هو إحداث المركز للدائع وال- C اللي هو H تربيع زائد K تربيع ناقص R تربيع اللي هو نصف القطر يعني هم المركز ونصف القطر إذن هم نحتاج بها المركز ونصف القطر حتى نكتب المعادلة العامة وإذا بالعكس ردنا نحول معادلة عامة إلى معادلة قياسية لازم نوجد H وال- K وال- R لأن المعادلة القياسية تحتاج ال- H وال- K وال- R ال- H هو سالب A على 2 ال- K سالب B على 2 وال- R تحت الجذر H تربيع زائد K تربيع ناقص C هنا يعني نحصل من هذا نصف القطر وهذا ال- H وال- K اللي هو مركز الدائرة ملاحظات مهمة ملاحظات مهمة بال المعادلة العامة أولا المعادلة العامة لازم دائما موجود بها X تربيع Y تربيع هذن الإحداثيات أو الحدي X تربيع والY تربيع لازم موجودة دائما وجود X تربيع وY تربيع في المعادلة العامة يعني إذا ما بها X تربيع أو ما بها Y تربيع أو ثنينات الموجودة فهي ليست أو لا تمثل معادلة عامة ثانيا هذا X تربيع والY تربيع لازم يكون معاملهم متساوي يعني لازم يكون X تربيع مثلا مثلا ويا معامل 2 لازم Y تربيع X تربيع يجب أن يكون مساوي إلى معامل Y تربيع حتى تمثل دائرة طبعا احنا منريد نستغل بحل لازم يكون معاملهم واحد معاملهم يساوي واحد يعني إذا جان اثنين بالسؤال X تربيع زائد 2 Y تربيع لازم نقسم على اثنين قسم المعادلة كلها على اثنين يعني لازم قبل واحد ملاحظة ثالثة H تربيع زائد كي تربيع ناقص C هو يمثل نصف القطر يعني نصف القطر تحت الجذر هذا او نصف القطر تربيع بدون جذر يمثل نصف القطر اذا يمثل نصف القطر لازم يكون موجب يعني لازم هذا لتحت الجذر لازم تكون قيمتها موجب يعني الملاحظة الثالثة انه H تربيع زائد كي تربيع ناقص C يجب ان يكون موجب اكبر من صفر موجب حتى تمثل داء فذني ثلاث شروط مهمة تنتبه لها قبل لا تبدي بالحل انه عندك بالمعادلة X تربيع Y تربيع وان يكون معاملهم متساوي ويساوي واحد واذا ما يساوي واحد لازم نقسم المعادلة على نفس العدد حتى يساوي واحد وثالثة انذا ردنا نتحقق هي المعادلة تمثل دائرة نشوف H تربيع وكي تربيع ناقص C لازم يكون عدد موجب اذا سالب يعني لا تمثل دائرة سهذه المعادلة العامة وهس ناخذ امثلة عن المعادلة العامة